السلام عليكم اذا كنت تكونوا في احسن حال النهاردة فيديو جديد ان شاء الله الفيديو نهاردة هيعجبكم فيه حاجات جميلة جدا وافكار جميلة هتعجبكم ان شاء الله فيديو نهاردة هيكون فيديو لسيدة اجنبية هنشوفها نتنظمها و هنشوف كمان دكوراتها الرائعة فيه افكار كده و فيه حاجات ان شاء الله هتعجبكم قبل ما نكمل الفيديو مش عايز يعني مش عايز اقول لكم حطوا لايكات قد ايه بس لان فيه ناس كتيرة بتنسى اللايك و كمان لو انت او مار بتشوف القناة عندي من خلال فيديو ده ساعدني وبوديك معي وتشترك في القناة وتنوار عائلتي الكبيرة وتكوني اختي من اخوتنا اول حاجة كده زي ما انتم شايفين هي كانت جايبة سيدة الاجنبية كانت جايبة سرير جديد كان عندها سرير فزي ما انتم شايفين حبت ان هي اجيب سرير اللي هو بالكبوتني كده كنوع من التغيير وكلنا بقى عارفين ان ما عادش فيه فكرة الملة بقى زي نظام ميكاريزم و بعد كده جيبت المرتبة و المرتبة دي بتكون بصوا هي بتكون مغلفة كده في اكياس ولكن لما بتتفتح و يبتدوا و يفكوا منها اللي عليها بتبتدي ان هي تتنفخ كده و تبقى مرتبة زي المرتب العادية شايفين الاول كان سمكها قد ايه و بعد كده بقى سمكها عامل ازاي هنشوف دلوقتي ترتبها يكون عامل ازاي في الغرفة بتاعتها بعد كده بقى زي ما انتم شايفين ان ده مسلا كان روتين لها قبل ما هي تجيب المرتبة بتاعتها او قبل ما كانت تجيب السرير بتاع السرير الجديد بتاعها يعني وبعد كده عاملت دكورات كده بسيطة في قلب الغرفة زي ما انتم شايفين بالشكل دوت هي دكورات بسيطة يعني مفيش فيها شغل كتير هنا بقى يعتبر كان اول روتين لها بعد ما هي مجابة الغرفة الجديدة او قط النوم الجديدة زي ما انتم شايفين وبعد كده ده تنظمها فيه وهي بتحب ان هي تحط اللحاف حتى بسيطة جدا على السرير وبعد كده بتحطوله الديكور من اللي هو كانت يعني بسه هو بيكون عامل زي الشال كده وتحطوه دكور بعد كده حطت على البف زي ما انتم شايفين الصانية حطت عليها الديكور تقدر ان انت كمان تحطي اي حاجة انت حطها انت حطها اي انت حبها وفي نفس الوقت هتديك نفس الشكل الحلو دوت ممكن اي صانية دكور عندك وممكن لو مفيش عندك الصوام دي تقدر ان كنت تعملي زي مثلا حطت قبلة كاشة كده مدورة وبعد كده بتبتدي ان كنت تدهنيها وتجيب لها مقبضين عارفين المقبض اللي هي بتاعت السرير بتحطيها عليها وباقت صانية حلو وشكلها حلو تقدر تحط عليها اي دكور فغرفة النوم بقى في اي مكان تقدر تعملي كده هنا بقى زي ما انتوا شايفين ده التويلت بتاع غرفة النوم عندها وبصت جايبا لكم اكتر من فكرة تقدر ان كنتوا تعملوا اي افكار عندك برضو في التويلت بحاجات بسيطة هنا طبعا بتديله تلميع هتشوفوا دلوقتي برضو فكرة تانية هي كانت عاملها باللون المصدرية معايا في قلب الفيديو وهي بتحطي كنوع دكور يعني للفوطة وكده تقدر ان كنتوا تعملوا طبعا هنا الاستيكس ويه كمان القطنبتها وحاجاتها الشخصية وشمعدان وكده وتحطوه في قلب الصانية زي ما رتوكم ان الصانية دي تقدر ان كنت تعمليها باي فكرة عندك مش شرط بس ان كنت تجيب صانية مخصوص علشان خاطر كده هنيجي هنا دي فكرة فوطة تانية هي كانت عاملها باللون المصدر ده يعني كنوع من الدكور وكده هتشوفوا الوقتي وده دكور تاني كزا دكور عملت له برضو فكرة ان انت تقدر ان كنت تعملي كده وفي كل الفوط يعني اللي عندك او البشكير على كل حالي هنا برضو كانت جايبة المنظم الازاز دوت وحطت فيه الستيكس وحطت فيه المنازيل كانت جايبة بقى بصوا هي دوت زي مكينة كده طبعا بيتحط فيها الفرشة وفي نفس الوقت بتوفر عليك وقت ومجهود هي بتبقى شغالة طبعا هي بتبقى كهرباء بتتشحن يعني وبعد كده زي ما انتم شايفين بتنظف لك الحاجة بسرعة بصوا ليه بقى علشان بدل ما تعودت يعني تعملي بالسبونج او تغسلي بالسبونج وكده لا فهذه نازلة جديدة يعني هنيجي هنا بقى ليه الريسيبشن عندها وريسيبشن كانت هنا برضو بتشيل السجادة علشان مفروض ان هي كانت هتتبعتها يعني ان هي بتتغسل وبعد كده جابت سجادة جديدة زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى ان هي تضبط الديكورات بتاعتها واتشوفوا المكتبة دي دلوقتي جايبها لكم هي ازاي عملت المكتبة وده كان الريسيبشن عندها او الديكورات اللي هي حطها في الريسيبشن بس شايفين هنا بقى المكتبة طبعا المكتبة بتيجي كده وبتبتدي هي بالشنيور والمصامير بتعمل الرجول بتاعتها وبعد كده دي دفاية هتحطها فيها بصها كان بيبقى فيه تجريح كده بسيطة بمطرح ما هي كانت تحطها على الارض وكده فجابت دهان وابتدت ان هي اي تدهنها علشان خطر بس ما يكونش فيها اي تجريح وفي نفس الوقت الديهان ده بيكون جاي برضو مع المكتبة عشان لو اتجرحت حاطت عليها بقى اللي ستالس اللي انتم شايفينه وبقت شكلها كدكور حل هنجينا بقى للمطبخ بتاعها وبتعمل كده روتين فيه بسيط ولكن هي يعني بتقول ان هي بتحب التنظيم والترتيب فيه كل يوم بشكل يومي ان هي تمسح الاخشاب بتاعت المطبخ او التقفيل بتاع المطبخ هو خشب طبعا فبتحب ان هي تمسكو كده تمسحو مع التنظيفة بتاعت المطبخ اللي هو مع الروتين بتاع كل يوم عشان ما يكونش عندها دهون ولا يكون عندها اي حاجة في قلب المطبخ زي ما انتم شايفين بس هنا هيعتبر كانت خلصت المطبخ يعني وبعد كده بتحط الحاجات بقى الفطائر والبسكوت كمان بتعبي الكانديجور بتاعها من السكر وي القهوة زي كوفي كورنر كده بتزبطه بتسق الزرع بتاعها يعني برضو الدنيا بتبقى تمام هنيجي هنا بقى حلوة قوي عجبتني فكرة المقبض دوت دوت بيكون مقبض عادي بتحطي فيه المناديل هي لزقته فيه التأفيل وحلو قوي بجد فكرته عجبتني زي ما انتم شايفين هو فيه لازق دابل فيس وبعد كده بتحط المناديل فيه بكل سهولة عشان تقدر ان هي تسحب من المناديل بدل بقى ما تعد تشد وكده وفكرته بصراحه عجبتني لو فكرته عجبتك حطي كمان انت لايك لان هو بجد فكرته حلو هنيجي هنا بقى هي كانت جايبة زي نظام حوض ده مش يعني مش حوض هي اعتبر فوزة فوزة ورد بس هي طبعا ازاز وزي ما انتم شايفين حطت معيها سمك علشان يديها شكل حلو كده بصراحه انا بستحرامه ان هو يتحط سمك كده في المياه من غير مثلا اللي هو اللي بيكون ليه مكانة كده بتتحط علشان يقدر يتنفسه كده فانا بصراحة يعني احب كده شايفين بقى الشاي الجميل اللي كانت جابة طعم جديد يعني للشاي كانت عاملة شاي بالقرفة عايز اقول لكم ان الشاي بالقرفة ده بيبقى طحفة والشاي بالقرنفل بيبقى طحفة كانت جايبة كمان هنا طعم جديد الطعم ده للمشروبات يعني زي ما انتم شايفين وبعد كده يعني هي بتقول انه هو مش شرط بس ان هي تحط فيه مية او كسات او اي حاجة هي حبها لا هي بتحط فيها عصائر كمان ساعات هنجي هنا للغرفة بتاعت الغسيل وزي ما انتم شايفين ابتدت تحط الدوني وبعد كده حطت المسحوق وبما ان احنا في الغرفة بتاعت الغسيل فزي ما انتم شايفين هي حطة كمان في الغرفة بتاعت الغسيل كل حاجة تخص الغسيل وحتى المكوى كمان بتاعت الغسيل وده حل وقوي طبعا الغرفة مش كبيرة ولكن اهم حاجة تنظيم وترتيب هنا دي الغرفة التانية بتاعتها وحبيت ان انا متاولش عليكم الفيديو قوي يعني واجبهلكم على الحاجات اللي هي او الترتيب اللي هي حطة فيها يعني زي ما انتم شايفين كده وده طبعا الطايلت بتاع الغرفة دي وبتنظمه بالتنظيم ده تنظيم بسيط وتنظيم خفيف مش بيكون فيه شغل كتير ولا بيكون فيه حاجات كتيرة زي ما انتم شايفين كده بس كده حبيب قلبي ده كان الفيديو التان عرضه يارب يكون الفيديو عجبكو اشوفك الفيديو الجاي واسابكو فرعات الله وحافظه وهي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة